أفرجت السلطات المصرية عن عدد من المحبوسين احتياطيا لمدد تصل إلى ثلاثة أعوام على زمة قضايا سياسية وهو مستقبله المجتمع الحقوقي في مصر بترحاب بالغ باعتباره مقدمة لخطوات أخرى تعيد ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر إلى مصاره الصحيح وخصوصا في ظل دعوة رئيس الجمهورية لحوار سياسي مع انطلاق الجمهورية الجديدة يتي ذلك في وقت يترقب فيه المجتمع إصدار قوائم العفو الرئيسي للمحكوم عليهم في قضايا سياسية خطوات أعادت الأمل من جديد للمجتمع الحقوقي وحول هذا الحراك في هذا الملف وتوقيته وتأثيره والخطوات المرتقبة يدور الحوار مع ضيف محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان برحب بحضرتك أستاذ محمد أهلا وسهلا كل سنة طيوين وحضرتك بألف خير في البداية منذ متى بدأ التحضير لقائمة المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على دمة قضايا سياسية يعني خلينا أقول لحضرتك أنه كل ما هو متعلق بملف الحوق المدنية والسياسية منذ شهور والحديث يعني يتم وهناك لقاءات تمت مع بعض من المنظمات الحوائية والأحزاب السياسية وأيضا بعض المواقع المحجوبة كل ده يحدث في المجلس القومي لحول الإنسان مع تلقي أيضا الشكاوى وبعض المظالم اللي متعلقة بحالات المحبوسين يعني أو من صدرت في حقهم أحكام كل ده شغال بقاله شهور إنما الفترة اللي فاتت والحقيقة المجلس يعني رئيسه وأعضاؤه تقدمنا ببعض من طلبات بعضها متعلق بالإفراج عن من يعني قضى فترة أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي وبعضها طلبات تتعلق أيضا بعفو رئاسي لمن صدرت في حقهم أحكام وينطبق عليهم شروط العفو فالاتنين ماشيين بالتوازي مع بعض يمكن خدت وقت لأنه ده بيتم بمراجعات برضو الناس لازم تبقى عارفة إن هناك مراجعات بتتم مش القرار قرار وزارة الداخلية النيابة العامة طرف أساسي يحدث مراجعات سواء قانونية مراجعات إنسانية ثم وزارة الداخلية كمان بيطلب منها مذكرات معلومات تحريات فالحقيقة يعني انتهينا يمكن زي ما حضراتكو تبعتو كان فيه واحد واربعين ممن كانوا محبوسين احتياطيا مدد متفوتة يعني سنة ونص أو سنتين أو أكتر وبالأمس الحقيقة كلهم يعني الواحد واربعين خرجوا كان من ضمنهم فتاتين يعني من الأسكندرية وأنا شفتهم يعني كمان بنفسي يعني وتحدثنا معهم وكان كلامنا واضح وصريح وبقولها عشان يبقى برضو الكل مع عارف إنه تجربة أيا كان اللي مروا بيها تجربة صعبة أيا كان أسبابها لكن دي المفروض تأوي الناس اللي عاشت التجربة الصعبة دي خلينا نتكلم على القايمة الأخيرة اللي كان فيها واحد واربعين اسم واحد واربعين اسم مزبوط كلهم سياسيين ومحبوسين احتياطيا لماذا لم يذكر منهم أو يتم التسليط على الحداشر اسم فقط والواحد واربعين بالنسبة للأغلبية يعتبروا مجهولين إلى حد ما لا هو المجموعة من الأسماء كان فيه مطالبات كثيرة منهم اللي هم ما يمكن ثمن حداشر اسم تقريبا يعني لأنه كان هناك تكرار على المطالبة بخروجهم يعني نتيجة أنهم برضو نشطاء ومرتبطين يا إما بأحزاب يا إما مرتبطين بمنظمات حوائية أما باقي العدد أغلبهم من المحافظات متعددة وأغلبهم من بعض من الشباب يعني اللي كان ضمن التظاهرات اللي خاصة به سبتمبر 2019 فما هماش يعني أسماءهم ممكن مش معلومة قوي لكن كلهم مهمين يعني الواحد واربعين يعني بالنسبة لي كلهم زي بعض يعني لكن في البعض نتيجة المطالبات بخروجه فكانوا أخذ شهرة أكتر شوية مصير الأسماء التي لم ترد بالقائمائي بنعيد الطرحاها مرة أخرى يعني الأسماء سواء اللي ما كانش له فرصة قريدي بنعد أسماء بقائمة أخرى هنتقدم بيها وبرضو لسه ما زلت بتكلم على المحبوسين احتياطيا لأن دي النيابة لها دور القطاع يعني القطاع اللي هو متعلق بالحقوق يعني في المجلس القاومي لحقوق الإنسان اللي يدور كمان في وزارة الداخلية لها دور كل ده بيتراجع وبيستوفى وبيبقى جاهز على أن النيابة يعني تصدر قرارها بالإفراج عنهم أو بخروجهم يعني من محبسهم يعني خلي بال حضرتك الواحد واربعين دول كلهم قرار من النيابة العامة الشروط اللي واجب توفرها في المفرج عنهم يعني أولا يعني في معايير طبعا أو المعايير المعايير دي تتعلق بالنيابة العامة يعني بتبقى أنا بتصور يعني فيه السلوك ممكن المدة اللي أضاها في الحبس الاحتياطي قد إيه ممكن بتطلب برضو مذكرات معلومات تحريات عنه عن أي حاجات أخرى يعني أنا بتصور أنها جملة حاجات يعني أنا مش طرف لأن إحنا ما بنبقاش مشاركين في عملية التقييم دي أو المعايير دي لكن أنا أعتقد أنها يعني لها اعتبارات إنسانية يعني فيه البعض برضو اللي ممكن يكون ناحية صحية تعب أو تعرض لمرض أو حد من أهله أسرته يعني حدثت ظروف وفاة أو حاجة ففيه اعتبارات بعضها إنساني بعضها صحي بعضها متعلق بالمدة بعضها يعني أعتقد كل دي كلها بيتم يعني تجمحها مع المطالبات اللي بتتم مننا بقى كمجلس قومي لحول إنسان أو إذا كان فيه مجلس نواب بيقدم أسماء أو أي جهات أخرى ربما يعني بتقدم فكل ده بيأخذ في الاعتبار هل هيعود المفرج عنهم لأعمالهم؟ آه وده كان كلام واضح من ضمن الكلام اللي تحدست فيه مع أغلبهم وإدناهم تليفوناتنا وكل التفاصيل اللي تخليهم يتواصلوا معنا قلنا لهم إحنا مسؤولين حينما تعودوا إلى جامعاتكم أو إلى أماكن عملكم وكان هناك أي مشكلة أي نوع من الإعاقة في أنك ترجع تزاول عملك دورك تواصل معنا كلمنا وإحنا هنكلم الجهة أو المكان اللي أنت بتعمل فيه ده شغل ودور المجلس القومي لحو الإنسان الواحد واربعين اسم لم يتطرقه نهائيا إلى أي من الأحزاب المحسوبة على الجامعات الإسلامية آه لماذا غاب الإسلاميون وده كان سؤال؟ لا هو أنا يعني بتصور إحنا مجلناش كمجلس حالات كثيرة تتعلق ببعض من الممثلي الأحزاب الإسلامية المعبوض عليهم آه إنما أنا بتصور إنه يعني هي المسألة برضو عايزة مرحلة مرحلة يعني إحنا عندنا مجموعات كبيرة من الجامعات المدنية والليبرالية آه محتاجين نقطع فيها شغط وأعتقد إنه ممكن في مرحلة لاحقة آه ربما الظروف تبقى مهيئة إلى إنك تقدر يتقدمي ويبقى فيه فرصة لعرض بعض من الحالات اللي متعلقة بممثلي أو أعضاء الأحزاب الإسلامية سيد محمد هو المجلس المجلس ليت عمله إنه من يتقدم له بالشكوى بيتم العمل عليها ولا أنتم بتتطرقوا لجميع الحالات سواء قدمت شكاوى أم لا لا هو إحنا مفترض إن إحنا نتطرق لكل ما هو يحدث آه وما يعني يصلنا من معلومات مش بالضرورة من خلال الشكاوي مجلس القومي يتحرك لو هناك حادثة واقعة خبر مفروض إنه بيتحرك ويشتغل عليها ما يستناش لكن طبعا آه يعني آه إحنا المجلس لسه البدايات بداية جديدة يعني ما بقى لهاش شهور المجلس الجديد اللي أنا بنتمي إليه يعني آه فا آه اشتغلنا الفترة اللي فاتت من خلال لجان الشكاوى والرصد على الشكاوى التي تأتي لنا وإذا فيه بعض من الحاجات اللي يعني تشد انتباهنا آه زي مثلا حالة آه الآه الأب اللي في اسكندرية يعني توفاه الله وحصل حادثة آه حالات كده دي بنتفاعل معها ما بنتستناش حد يقول لنا وآه ونبتدي نتحرك نتكلم فيه آه إيه اللي حصل وآه إزاي نمنع تكرار مثل هذه الحوادث اللي فيها يعني نوع من الآه يعني إيه الكراهية فيها نوع من التمييز ومية حاجات كتيرة بنتحرك فيها دون ما بيكون عندنا شكوى أو عندنا طلب يعني آه قضايا عامة بشكل عام يعني فأنا أعتقد يعني آه وزي ما حيطك كده آه أشارتي في آه بداية حديثك إنه آه إحنا يعني فيما يخص يعني بعض من أعضاء أو ممثلي آه الأحزاب الإسلامية يصح إن ده يأتي آه ربما في وقت لاحق آه وارد جدا في النهاية مصريين إذا كان ينطبق عليهم الشروط اللي بتنطبق على الآخرين فطبيعي لازم هنتصدى لها وهنبعتها عشان يتم مراجعتها أو يتم دراستها يعني وإذا كان من حقهم إنهم يطلعوا طبيعي يعني ده اللي هيحصل يعني ده اللي هنقدم يعني حعطي لحضرتك مثال واضح الدكتور عبد المنعمة بالفتوح هل تطرقتم لإسمه لأنه هو محبوس احتياطيان على زمة قضايا لم تذهب القضايا بتاعته إلى المحكمة حالته الصحية تحدثت عنها مواقع صحفية كثيرة كان من ضمن الأسماء اللي طرحت من قبل الكونجرس الأمريكي فلماذا لم يتطرق أو هل تطرقتم لإسم عبد المنعمة بالفتوح تحديدا من ضمن أسماء أخرى؟ أنا على المستوى الشخصي ومن خلال مجموعة الحوار الدولي سبق وتطرقت وسبق وأرسلت حتى من قبل بداية المجلس القومي فيما يخص حالة الدكتور عبد المنعمة بالفتوح وبالذات في أنه لابد أنه يراجع موقفه من الناحية الإنسانية ومن الناحية القانونية نتيجة ما بلغنا من تدهور صحته ووعدنا في هذا الوقت أن هذا الكلام بيدرس وأنه إذا كان فيه فرصة للإفراج عنه هيتم المجلس لا يتأخر أنا بتكلم عن المستوى الشخصي أو المجلس إحنا يعني علينا أن إحنا يعني نعمل الهومورك بتاعنا ونبعث وفي النهاية القرار قرار النيابة أو الجهة القضائية لأن فيه جهات قضائية أخرى اللي بتتحفظ على بعض أموال اللي هي وزارة العدل يعني وفيه لجنة مخصوصة بها إحنا بنبعث وعلى الجهات القضائية أنها يعني تعمل شغلها وإحنا بنتابع معهم وبنسأل يعني بالنسبة لقوائم العفو الرئاسي هل لديك أي معلومات عنها؟ أسماء مطروحة مقترحة الفترة القادمة؟ لا يعني بصي يعني دون منقول أسماء لكن يعني خليني تاني أقولك هو اللي بيتم الفترة اللي فاتت دي عبارة عن فيه قوائم اللي هي الحبس الاحتياطي ودي مجموعات يعني متعددة بيتم برضو بحثها مراجعتها ثم هيبقى فيه قوائم العفو الرئاسي اللي هتشمل بعض من الأسماء اللي برضو بتتداول يعني واللي خدت أحكام مؤخراً يعني دول هيبقوا بالتوازي الفترة اللي جاية كلام فيه كلام كتير كمان إنه هيبقى فيه إعادة لتشكيل لجنة العفو الرئاسي عشان تبقى أكثر فاعلية أكثر يعني ارتباطاً بالأحداث وده ممكن هنشهده إن شاء الله الفترة اللي جاية يعني يعني أنا بشكل عامل اللي عايز أقوله إنه أنا شايف إنه فيه توجه وهناك إرادة إنه هذه الملفات اللي كان مسكوت عنها فيه حاجات كتيرة متعلقة بحياتنا فيه كل ما هو خاص بالحوق المدنية والسياسية وما هو متعلق بالحبس الاحتياطي وحرية الرأي والتعبير كل الأمور دي أنا شايف إنه فيه نواية طيبة فيه جدية في إنه هذه الملفات اللي كان مسكوت عنها إنها تتفتح ولما أقول تتفتح يعني مش في يوم وليلة هندوس زرار الدنيا هتتغير لا لكن إحنا شايفين إنه فيه حركة بتحسن فيه حاجات بتعلن وفيه حاجات مبتعلن شكراً للموقع شكراً للماذا تزمنت مع الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتقف تقريباً على أبوابها هل هناك أي علاقة؟ بس أنا شايف وسمائة الكلام ده بيتردد إنه يعني أنا مش شايف يعني الإفراجات على مجموعة قليلة يعني لها علاقة بالأزمة الاقتصادية ولا حتى موضوع الدعوة لحوار سياسي فالبعض على طول ربطوا بإنه بقى فيه مشكلة والبلد فيها مشكلة فيعني الدعوة دي تأتي عشان يبقى كلنا نشيل الشيلة مع بعض يعني برضو ده كلام أنا يعني مش موافق عليه لكن البعض بيتبنية لا أنا شايف إنه ده اللي كان يجب أن يكون من فترة خلاص الدنيا دلوقتي هدية استقارت مصر ظروفها أصبحت الآن تسمح بإنه يبقى فيه نوع من لم الشمل وإنه إحنا نقعد نسمع بعض كلنا وإنه يعني آن الأوان إنه يبقى فيه مشاركة حقيقية سواء أحزاب، نقابات، اتحادات مشاركة في إيه الأمانينا سياسات اللي إحنا نفسينا تتحقق القرارات اللي نفسينا نشوفها أولوياتنا في الإنفاق إيه اللي مطلوب نعمله النهاردة كمشروعات وإيه اللي يستنى يعني محتاجين ده فلما يتم النهاردة الدعوة لحوار سياسي أنا بشوف إنها خطوة جيدة جدا مش عايزين بقى نقعد يعني دايما إحنا زهننا نتيجة إنه يعني ما كانش فيه خوارات خليني أطرح على حضرتك يا أستاذ محمد نقطة أخرى في هذا الشأن هل القرارات البعض ترحها أيضا هل تأتي القرارات استجابة لضغوط خارجية اشترطت تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر شرط المساعدة في الأزمة الاقتصادية برضو أنا لا أتفق مع هذا وأنا يعني الملف ده وبالذات ما هو متعلق بالعلاقات الخارجية أنا عايشه كويس مع زملالية يعني ومع رئيسة المجلس القومي لحوه الإنسان يعني من خلال بعض الجوالات اللي يعني التقينا بيها في الخارج يعني مع كثير من المسؤولين وأيضا غير المسؤولين إعلاميين ومراكز أبحاث ودراسات لأ برضو إحنا شوية ساعات يعني بنتصور إن الضغوط الخارجية لها هذا التأثير الكبير لأ أنا مش موافق على كده إنما الضغوط الخارجية بتلفت نظرنا إلى بعض من القضايا والملفات اللي محتاجة مننا إن إحنا ننتبه لها وإن إحنا كشركاء وكأصدقاء هكذا من أمريكا من أوروبا كلها من كل البلاد اللي بيتعاون معها بيقولوا لنا النصيحة أو بيطلبونا بحاجات زي ما إحنا بنطلبهم لكن الموضوع الضغوط الخارجية أنا بشوف إنها يعني ما هيش المحرك لإفراجات أو هي المحرك لدعوات حوار أو لا لماذا تأخر الإفراج والعفو عن المتهمين السياسيين حتى الآن؟ لا هو مش حكاية إنه تأخر هو إنه الدولة أنا في رأيي الفترة اللي فاتت السنوات اللي فاتت لكل اللي كان متابع الدولة كانت في حالة يعني مواجهات وأعمال عمف تحدث وإرهاب وتهديدات وتحديات إخليمية أنا أتصور إن الآن الدولة الحمد لله استعادت عفيتها وبقى فيه أمن فيه أمان بقى فيه يعني خطط طموحة الدولة استعدادها أصبح جيد إلى إنها تمد يعني أزرعها لكل أبنائها وتبتدي تراجع بجدية وضع وأحوال المحموسين كلهم سياسيين أو غيرهم حتى بعد القبض من معدة أيام على زرافاء الغلابة اللي بيقدموا فولكلور التابع لشكلهم لثقافتهم طبعا أنا موافق وكسرين يعني طبعا أنا شايف إن دي حاجة لا تستدعي أبدا ويجب إن إحنا نبقى من القابلية والاستعداد إن إحنا نتجاوز على الحاجات اللي هي الناس بتعبر عن رأيها بأغنية بكلمة بشعر بكلمة برسالة يجب إن إحنا كمان يبقى فيه يعني يعني نعلو عن مثل هذه المواقف وأنا أتوقع أنهم هيتم الإفراج عنهم يعني في أقرب فرصة لأنه يعني أنا شفت الحالة وتبعت وسمعت الأغاني لا طبعا لا تستدعي أبدا الإجراء ده أبدا يعني أخيرا أخيرا أستاذ محمد من وجهة نظر حضرتك الحل القانوني لتوجيه تهم الإرهاب لكل من ينتقد الدولة أو لكل من يعبر عن رأي مختلف عن الدولة لا طبعا أنا شايف أنه ده لازم يجب أن يتوقف إحنا إذا كان هناك اتهمات ادعاءات يعني محددة إنما الكلام المطاط الكلام اللي يعني يحتمل كل شيء من يعني الانضمام لجماعة إرهابية إلى يعني أخبار إذاعة أخبار كاذبة أو نشر أخبار الكلام ده يجب أن يتوقف إحنا نحاسب الناس اللي بتغلط على قد الغلطته وعلى قد اللي موجود عندي بالدليل ويعني مش مجرد شبهات ولا مجرد يعني ورد إلينا أو نمى إلى علمنا ده يجب أن يتوقف إذا كنا بصدد إن إحنا عايزين نقيم دولة العدل ويبقى فيه فعلا يعني المصريين يشعروا بأن دي بلدهم اللي هما كلهم يعني حرسين عليها لازم نقيم العدل ونحاسب الناس على قد اللي بتخطأه أو اللي هي فعلا بترتكبه ومش اللي نسمعه عنهم أو اللي يعني البعض يتهمهم بي أتمنى إن شاء الله ده اللي يكون المساق بتاع الجمهورية الجديدة اللي احنا كلنا نتمناه العدل مساواة وزي ما بقول في النهاية اللي بيحكمنا قانون ودستور أستاذ محمد أنور السادات وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شكرا جزيلا المشاركة على شاشة بي بي سي